السلام عليكم طلاب مرحلة رابعة قسم علوم الحاسبات مادة امنية المعلومات اليوم عندنا تعليمة فور طبعا تعليمة فور هي احد التعليمات للدوارات اكون من ضمنها الوايل وغيرها حاليا راح نستخدم بس الفور راح نشتغل على الفور الصيغة العامة مالتها فور نحدد هنا اندكس اللي هو ممكن يكون اي او جي او اي متغير من المتغيرات بعدها قيمة البداية مالتها الى قيمة النهاية اللي راح نحددها فرضا من واحد الى عشرة هذه التعليمات راح تتكرر بعدد الدورات المحددة بعدها نيكست اندكس اللي محددينه هذا فرضا اي فتنتهي نيكست اي حتى ينتقل الى الدورة اللي بعدها اتمثل هنا ناعدنا الاندكس اللي هو مؤشر الدورة البداية هي قيمة بداية الدورة اللي راح نحددها فرضا واحد النهاية اللي هي قيمة النهاية اللي راح تتحدد عندنا مثلا عشرة فحسب بداية الدورة اندكس يساوي البداية بعدها يجي يختبر هل الاندكس وصل الى النهاية اذا بعد ما وصل فنفذلي التعليمات اللي موجودة عندي هنا بعدها نيكست للاندكس نفسه يظل يختبر الى ان يوصل للنهاية اذا وصل للنهاية خلاص صار true فبعدها ينتهي من الدورة ناخذ مثال حاليا فرضا فور اي تساوي واحد حاليا المؤشر ما انتي لي هو اي مقدار البداية واحد والنهاية عندي عشرة تنتهي طبعا بنيكست اي هنا فرضا اريد اطبع قيمة الاي اللي هو راح يزداد واحد واحد الى ان يوصل للعشرة يبدي بالواحد ينتهي بالعشرة وينطبع على ارضية الفور فنلاحظ هنا طبعộc قيمة الاي اللي هو بدأ من واحد وانتهى الى ان وصل للعشرة طبعا مقدار الزيادة للدورة هو واحد لكل دورة مقدار الزيادة انه يظل يستمر واحد واحد يمكن تغير مقدار الزيادة لكل دورة حسب التالي يعني ممكن نغير مقدار الزيادة بدال ما واحد إلى حسب اللي إحنا نريده عن طريق هذه الصيغة نفس الشي for index قيمة البداية قيمة نهاية هنا راح نضيف لها شنو step مقدار الزيادة هنا نحن step مقدار الزيادة نحدد مقدار الزيادة مثلا 2 بدال ما واحد نخليه 2 أو 3 أو حسب ما إحنا نريد بعدها تنفذ التعليمات و next index وراح يصير next index بدال ما واحد قيمة الزيادة حسب مقدار الزيادة اللي إحنا محددينه راح يزداد فنأخذ مثال هسا مثلا قيمة i من 1 إلى 20 بس هنا نستيب 2 يعني أريده يزيد ابتداء من الواحد 2 إلى أن يواصل إلى العشرين فنلاحظ هنا أنا عندي قيمة i بدايتها 1 ازداد 2 صار 3 ازداد 2 صار 5 إلى أن يواصل للعشرين اللي هو آخر شي طبعا لي 19 وتوقف طبعا حسب هذه الدورة تكون تصاعدين يعني من 1 إلى 10 مثلا تصاعد واحد واحد أو حسب مقدار الزيادة يزداد تصاعدين ممكن نخليها دورة تنازلية بحيث تكون مثلا من 10 إلى 1 وهكذا حسب المثال التالي ناخذ مثال مثلا فور الاي تساوي مثلا من 10 إلى 1 هنا بالستيب راح نقول ناقص واحد حتى يتناقص من العشرة إلى أن يواصل للواحد ممكن نخليها إلى 2 بحيث يتناقص من العشرة إلى أن يواصل للواحد اثنيا اثنيا ففي الحالة هاي next هنا راح يكون فور الاي يساوي من 10 إلى 1 استيب ناقص واحد اللي هو راح يتناقص واحد واحد إلى أن يواصل من العشرة إلى الواحد فاللاحظ هنا قيمة البداية اللي هي عشرة يتناقص واحد واحد إلى أن يواصل آخر شي عدي واحد خلاص انتهت المحاضرة حاليا هذه كم مثال ونفس الحالة ما مطالبين بتسليمها ترجمة نانسي قنقر